موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم قولوا لا إله إلا الله صلى الله عليه الصلاة والسلام وإحنا صغار يا جماعة كلنا نسمعنا عن ماجلان أو شخصية ماجلان أو الرحالة ماجلان أو رحلة ماجلان إيش اللي تعرفوا عن هذه الشخصية اللي سمعنا أنه شخص سافر إلى آسيا عن طريق الغرب عشان يحصل على التوابل أو تجارة البغارات واستطاع أنه هو يعبر مضيق بين أمريكا الجنوبية وجزيرة النار أو أرض النار اللي بعد كده هذا المضيق سمي بإسمه مضيق ماجلان وأخيرا استطاع الوصول إلى المحيطة الهادي وقتلوا واحد من جزر الفلبين من آكلي لحوم البشر وانتهت حياة هذا الرحالة ماجلان والله يرحمه وحزننا عليه البرتغالي وبعضنا يعتقد أنه هو مسلم كمان أنت ما زلت مؤمن بهذه القصة؟ إذا كنت ما زلت مؤمن بها فأعلم رحمك الله إنك واحد من ضحايا غزاة التاريخ اللي ما عرفناه وإحنا صغر عن هذه القصة إنه ماجلان هذا عبارة عن قسيس صليبي حاقد على الإسلام والمسلمين متخيلين الفرق الهائل الشاسع ما بين القصة الحقيقية الواقعية والقصة اللي رووها لنا طرد من البرتغال وصار يعمل عند الملك الأسباني عارفين إيش كان عملوا عند الملك الأسباني اللي هو أساسا هذا الملك كان عدو للإسلام والمسلمين كان يشرف على محاكمة التفتيش كان يسفيك دماء المسلمين في محاكمة التفتيش في إسبانيا اللي قرأ جيدا في التاريخ اللي يعرف إيش هي محاكمة التفتيش يعرف إنها كانت مجزرة من مجازر المسلمين بعض المسلمين الأوروبيين هربوا من محاكمة التفتيش وطاردهم ماجلان لكن من اللي قاوموا؟ المجاهدين المغاربة اللي من المغرب العربي وعام 1519 ميلادي عقد ماجلان بينه وبين ملك إسبانيا صفقة يقوم بموجب هذه الصفقة يستطيع بموجب هذه الصفقة إنه يهاجم المسلمين في عقر دارهم في بيوتهم الآمنة على المسلمين المدنيين وليس العساكر أو المحاربين أو اللي حاملين سلاح لا 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 على النساء والأطفال عارفين ليش؟ عشان يجعلهم يعتنقوا المسيحية غصباً عنهم بالسلاح بالنار بالكوة يا جماعة الدين اختياري من حقك تختار دينك لكم دينكم وليا دين عمر الإسلام ما جبر الناس على الدخول فيه على العموم وصل ماجلان إلى جزيرة الفلبين عام 1521 ميلاد عارفين إيش سوى؟ صار حرامي صار يصرق أموال الناس الأهالي الآمنين المدنيين اللي ما لهم في الحرب اللي ما هم حاملين سلاح جنود ماجلان صاروا يغتصب النساء في الفلبين الناس البسطاء الأهالي إيش سووا في هذه الحالة؟ صاروا يقاوموه لكن كيف يقاوموه بأسلحتهم البدائية؟ يعني كيف حيقاوموه الجيش الإسباني؟ أخيراً صاروا الأهالي يهربوا إلى جزيرة مكتان الفلبينية اللي كان يحكمها السلطان لابو 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 هو العظيم صاحب قصتنا اليوم السلطان لابو لابو هو الحاكم الوحيد اللي رفض التسليم لماجلان جميع الملوك الوثنيين لجزر الفلبين الأخرى استسلموا للقسيس ماجلان ما عدا السلطان لابو لابو هو الوحيد اللي دافع عن الأهالي طبعاً في هذه الحالة ماجلان عرف أنه أمام نوعية من البشر لا يكررها التاريخ كثيراً هذه نوعية خاصة هذه مو زي أي أحد فأرسل ماجلان رسالة إلى السلطان لابو لابو يقول فيها إنني باسم المسيح أطلب إليك التسليم لأننا العرق الأبيض أصحاب الحضارة أولى منكم بهذه البلاد رسالة مليئة بالعنصرية لكن على مين؟ على بطل من الطالة الإسلام؟ السلطان لابو لابو أخذ الرسالة وصار يقرأها ويقارنها تخيلوا معايا يا جماعة إيش ردت فعل السلطان في هذه اللحظة؟ يعني صار يقارنها برسالة الإسلام الإسلام دخل الفلبين عارفين كيف؟ عام 1380 ميلادي عن طريقة تجار العرب عن طريقة تجار الحضارم والعمانيين وبعض الدعاة اللي جايين من صمطرة ومن الصين أمام أخلاق التجار أمام أخلاق الإسلام أسلموا أهل الفلبين طواعية اختياراً وليس بالتهديد ليس بقوة السيف والنار بعدما السلطان لابو لابو قرأ الرسالة أعلن الثورة الكبرى على ماجلان مو فقط على الجزيرة اللي هو سلطان عليها لا على جميع جزر الفلبين المجاورة وأرسل رسالة إلى ماجلان رد على نفس رسالته كتب لماجلان وإن الإله الذي نعبده نحن المسلمون هو إله جميع البشر على مختلف ألوانهم بعدها السلطان لابو لابو قام بتشكيل جيش كل اللي في هذا الجيش المدنيين أسلحتهم بدائية عشان يقاوموا أكبر جيش عرفوا التاريخ في ذاك الزمان الجيش الإسباني عارفين إيش قالوا المسلمين لما التقوا الجيشين فانتقابلوا في جزيرة ماكنتان الفلبينية اللي والي عليها السلطان لابو لابو لما تقابلوا الجيوش صاروا الفلبينيين المسلمين يقولوا الله أكبر بصوت واحد التكبير اتقدم السلطان لابو لابو بنفسه إلى المعركة وصار يقاتل داخل هذا الجيش ألين وصل إلى الحراس الشخصيين لماجلان واستطاع أنه هو يقتلهم وبعدها بنفسه قطع رأس ماجلان هذا السلطان الفلبيني اللي قطع رأس ماجلان التاريخ يقول لنا اليوم إنه هو واحد من آكلي لحوم البشر متخيلين غزاة التاريخ إيش سووا فينا يا جماعة بعد ما قتل ماجلان الجيش الصليبي كله صار يهرب صاروا يهربوا اللين وصلوا إلى سفينة واحدة فقط من الأسطول حقهم وهربوا إلى الملك الإسباني وعطوا الخبر إنهم انهزموا أمام سلطان اسمه لابو لابو وأصبحت سمعة هذا السلطان في كل مكان أصبح بطل قومي صاروا كل الفلبينيين كل الجزر ينظروا له على أساس أنه هو قدوة بعدها الجيش الصليبي طالبوا السلطان لابو لابو بجثة القسيس ماجلان لكنه رفض ودفن ماجلان في الفلبين وهذا أكبر دليل وشاهد عليه إلى يومنا هذا طبعا الصليبيين يا جماعة ما تركوا الموضوع يعدي بسلام رجعوا مرة تانية لكن هذه المرة جاهزين بجيوش جرار بدأوا في قتل المسلمين بمجازر يندى لها الجبين ونصروا المسلمين في الفلبين جعلوا الشعب الفلبيني يعتنق النصرانية غصبا عنه بالقوة بالتعذيب بالنار اليوم يا جماعة الفلبين هي الدولة الوحيدة الكاثوليكية في آسيا كلها بعد ما قتلوا الملايين من المسلمين غيروا اسم هذه الجزر إلى الفلبين نسبة إلى الملك الإسباني فيلب الثاني وغيروا اسم عاصمتها من أمان الله إلى مانيلا انتهت قصة هذا البطل العظيم لكن خلينا نعلق عليها تعليق بسيط اليوم يا جماعة كثير من العمالة الفلبينية يعملوا عندنا أحب أذكركم بس أنهم كانوا في الأصل مسلمين واتنصروا غصبا عنهم الدين المعاملة يا جماعة الدين الأخلاق كثير جدا من الفلبينيين يسلموا بمجرد ما يتعرفوا على أخلاق الإسلام من قبل لا تشرح له الإسلام بس بالأخلاق يبدأوا يتأثوا في كثير من الأحيان تروح تصلي الجمعة تلاقي كم فلبيني بيسلموا بعد الصلاة بيعلنوا الشهادة كل المطلوب مننا يا جماعة أننا نتعامل بدعامل الإسلام الحقيقي بأخلاق الإسلام بالرحمة بالعطف بالمودة باليوسف لا تستقل بنفسك لا تستقل بأفعالك لا تقول يعني جات علي أنا يعني الإسلام حينتشر عن طريقي أنا يعني الإسلام واقف علي أنا بس إي وواقف عليك أنت ليش شايف نفسك قليل أنت إنسان أنت أفضل مخلوق الله عز وجل خلقه أنت اللي أعطاك الله عز وجل خلافة على هذه الأرض بناء على أفعالك ممكن انتشر الإسلام جدا وممكن اندثر الإسلام تماما هذه كانت نبذة بسيطة جدا 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 من سيرة هذا العظيم السلطان لابو لابو لا تنسوا تتابعونا بكرة عشان تتعرفوا على شخصية جديدة من عظماء أمة الإسلام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة